الكواكب وعلاقتها بالزلازل وعلاقتها بالحظ والأبراج مع جمانة هيك سريعا كما بقوله دي مدى ارتباط الكواكب بالزلازل هل بتوافق العالم الهنلندي الرأي وبكافة توقعاتي اللي عم بيقوم فيها قبل الاعتماد على الكواكب هي الكواكب بالأساس هي الأساس الزلازل مش بس الأرض يعني ما هي الأرض ضمن الكواكب ما هو كوكب من الكواكب ما هو نحن نقول كوكب الأرض ما ما نقول الأرض ففي تأثيرات بين بعضنا البعض وفي بيكون في تجازب بين بعضنا بعض في انعكات بين بعضنا البعض بحسب خط المسار اللي عمينشوا فيه كيف برقموا كيف مروا من حد الأرض وخاصة كوكب زحل كوكب زحل دايما مشان كان دايما نقولوا عنه انه هو اكتر شي بيعمل هزات بيعمل زلازل حتى بيأثر على المولود حتى على انه هو بيعتبروه نحس لتعبروه نحس لأنه هو معتم هو ربنا هيك خلقوه كوكب ما قلوه هالضوم الكواكب الأخرى فكوكب الأرض أركض ملتزم معهم فمنشان هيك الكواكب بتأثر عليهم أنا ايه أنا بوافق الرأي هو اللي عم بيعملوا تنجيم لا مانه تنجيم هيدا هيدا علم ابدا مانه تنجيم هيدا علم يعني كيف هو الدوريك مثلا بس بيحكوا على الأرض لكن هو عم بيحكي عن الكواكب يعني هو أهم منهم هو عنده أوصع بالعلم انه لما بيحكي عن الكواكب الأخرى لأنه الأرض هو جزء من الكواكب ما هو كوكب كمان فإذا هني بيحكوا بس بقولولك مثلا عندك اللي عم بيحكوا فيهن الميموني والكيلوني والذول الاشياء اللي عم بيحكوا فيهن على الكوكب الأرض وعندك هالخط وهالخط طيب هالخط وين موجود بالكواكب الكواكب بالأخر كمان عم بتأثر عليه فمشان هيك الكواكب اللي برا بالفلك ما هني ضمن الفلك نحنا فبتأثر على على الأرض ومنه تنجيم أبدا هاد علم حتى تنجيم منه منه يعني الشعوة زي شي والتنجيم شي سموه هني حطوه بمصار تنجيم ولكن هو بالنهاية علم الشعوة زي منه علم الشعوة زي بيكذبوا فيه بيلعبوا فيه بيفوتوا الناس بدهاليز بيخترعوا أكاذيب لكن التنجيم انذكر بالكرآن كذب المناجمون ولو صدقوا أو مقول لي لأنه من زمان لنا كان الناس يركضوا ورا التنجيم كان التنجيم من زمان يزبط مليار بالمئة ولما تلخبط الفلك بسبب الشمس كانتها في لخبطة الشمس كانتها فيها ردت الشمس مرتين يعني بقولوا فإلى أسباب أليش ردت الشمس مرتين فتصر في لخبطة فهون بطل التنجيم يزبط مية بالمئة فمشان كنت تلقيه كذب المناجمون ولو صدقوا لأنه لا في سبب لأن الناس كانت تركت الصلاة تركت الأديان تركت كل شيء صرفت حق المناجمين فمشان ما يصير هيدا شيء يتركض ها نست هادي الآية كذبة المناجمون بالتكرة أي النت بقولون هي مقولة لكن هي آية كذبة المناجمون ولو صدقوا فمشان هيك ربنا نزل هادا شيء لأنه التنجيم كان من زمان يزبط مية بالمئة لو هو عم ينجم هلأ يمكن عنده علم عالي هالشخص طيب شو معنا هتغير بالكواكب أو حركة الكواكب اللي عم بتصيره وعم بتقده لأمور كارثية زليزل وهزيت وأنهيرات إلى آخره هل بتأثر على الأبراج بتأثر على الأبراج كيف بتأثر سلبي أو إيجابي لا سلبي أكيد على كل الأبراج أول بعض منهم إيجابي إذا اللي عليه سحر إيجابي بتأثر عليه اللي عليه عم بيعمل شغل بوقفه ممكن شغله وبعركس له أموره اللي عم يتزوج بوقت المضاربات الكواكب مع بعض البعض ليش بقوله مثلا نشوفه اليوم اللي بدي نتجوز فيه الواحد أحيانا أنا بيجي الواحد اللي عندي بيقليلي شوفيلي هالنهار بيكون منيح إذا تزواج فيه بحسب الكوكب بحسب النجم بحسب من دون ما يكون فيه هزيته زلازل أو فيه إنعكسات منه داخل الفلك بيبين من اليوم والنجم هذا اليوم اللي هو فيه إذا هو يوم ساعد للزواج إيجا أحيانا اللي عم يتزوجوا بيكون مبسوطين كتير ببعضهم بيحبوا بعضهم كتير بعد شهر بيطلقوا بيكون بوقت مش ضابط للزواج فهيدي ما هو رأيات الأنجم ما هو رأيات الأرقام ما هو رأيات الأوقات ما هو رأيات الكواكب بيأثر كله طيب كيف بتأثر إيجابي إذا كانت عم بتعمل هزيته زلازل وفيه أشخاص عم يتحصلوا سلبا؟ يعني على البرجكة اللي حامل هيدا البرج لنقول برج الحمل هالشخص عليه السحر لأنه فيه أبراج بتاخد علي السحر بقوة فيه أبراج بتاخد السحر مثلا الهوائيه ما بتاخد السحر بكترة ممكن تأثر شوي بس ما بتاخد مثل الحمل مثلا طيب لما بتقولي لشخص غير اسمك أو لشخص عندك قارين ما بتقدر تتزوج أو إلى آخره هل حركة الكواكب ممكن تأثر على حياته يعني ممكن يرجع روح القارين يتحسن قارينه قارين ما بيروح أبدا 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 ما بيروح حتى بينفنى مع بني آدم لما بيروح من الدنيا الروحي اللي بتطلع عند رب العالمين القارين هو اللي بيتحاسب هي من نفسها ما يقول روحها بتتحاسب القارين ما بيروح القارين يدلوا بيخلق معنا هي النفس تأمرها بالسوق اني ليه قارينه اني من المحترين هادي بصورة الصفات وانذا سألتم عن الروح فكل الروح يعني من عند الله ما بيعلم بالروح إلا رب العالمين فهو تلاتي موجودين بجسمنا ما بيروحوا هي بس اللي بتروح الروح بيخدها ربنا بيكون اماني بيرجعها لانا الروح ما بيحبها بتبقى النفس اللي امرها بالسوق والقارين الكارين هو اللي بيتحاسب هو اللي عنده احتاج بالقارين ما بيروح ابدا الكواكب ما بتأثر على القارين ما بتأثر على الروح ما بتأثر على النفس ابدا لكن بتأثر بس اذا الواحد هالبرج او هالشخص حامل السحر ممكن يفسخوا يفسخ له السحر لبعض الابراج بتاخد السحر تأثيرات بسيطة في منه بتتملكهم في منهم وهادا اللي بيساعد حسب كمان الاسم اللي حاملو الشخص شكرا جوبانا فا اغضا هيدا كشي عن الكواكب موسيقى 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 موسيقى